بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وعظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطم عليها السلام قال آيات الله السيد علي رضا خان الشرازي الكبير من صلى في منتصف ليلة الخميس عشر ركعات وفي كل ركعة بعد الفاتحة تقرأ الكوثر عشر مرات وبعد كل صلاة ركعتين تستغفر الله ثلاثين مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه ثم بعد ذلك تسجد وتطلب حاجتك فإنها مغضية قطعا بإذن الله عز وجل تصلي ليلة الخميس مليلة الجمعة ليلة الخميس في منتصف ليلة الخميس يعني بعد منتصف الليل ابدأ بالصلاة عشر ركعات كل ركعتين على حدة وهي صلاة قضاء الحاجة النية صلاة قضاء الحاجة وصلي صلاة قضاء الحاجة عشر ركعات كل ركعتين على حدة بتسليمة الركعة الأولى سورة الحمد والثانية عشر مرة سورة الكوثر في الركعة الثانية سورة الحمد وقل هو الله أحد كل ركعتين على حدة من تخلص الركعتين تستغفر الله ثلاثين مرة من تخلص العشر ركعات كل ركعتين الوحيد تسجد بعدها وتطلب حاجتك فإنها تقضى إن شاء الله وفي ذكر آخر لا كل ركعتين تسجد بعد ذلك وتطلب حاجتك يعني بمعنى خمس مرات رح تطلب حاجتك على كل ركعتين ركعتين فجرب ولا تشك هذه من مجربات السيد علي خان الشرازي الكبير وقال لطالما قد جربنا ذلك في ليلة الخميس فقضيت الحواج بشكل عجيب وغريب لم يخطر على بالي أبدا هكذا ستحل أو تقضى الحاجة برنامج صباحات الأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام